اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزمان الكندية والبرد الكندي في طب العائلة جامعة تورونتو ثم انهيت كلينيكال فيلوشيب في الجيرياتريكس أو الكيروف دا إلدرلي البرنامج تابع للكلية الكندية ثم انهيت ايضا برنامج الباليوتيف كير نفس الشيء تابع للكلية الكندية في جامعة تورونتو انهيت ايضا برنامج الكنديميولوجي بروغرام في نفس الجامعة ثم بدأت في العمل في مستشمالي في صدق خاصصي وخلال العمل انهيت ماجستير في الهيل سيستيم والكواليتي مانجمينت ثم انهيت ايضا ماجستير اخرى في الميديكال لو من جامعة الدنبرة نعم ما شاء الله لا زيدك على المنافع دكتور بخصوص السؤال الثاني هل ممكن تعرفنا بمسار القانون الطبي مت هل ممكن الشخص ياخذه وايش يستخصات المتاحة القانون الطبي او الميديكال لو وما يتبعه يغطي الجوانب القانونية في المجال الصحي بشكل عام طبعا المفهوم جدا مهم لانه يعني يضبط انظمة من ناحية قانونية في اي بلد واي مجتمع المتعلقة بالامور الصحية يغطي جوانب مهمة تتعلق بعلاقة الطبيب بالمريض وحقوق الطبيب وحقوق المريض او حقوق العامل الصحي وحقوق المريض اضافة الانظمة العامة الموجودة في البلد متعلقة بالصحة العامة وغيرها تخصص طبعا يعني الوهمية خاصة في يعني بلدان معينة يكون فيها تقاضي حول الاخطاء الطبية قوي مثل مثلا وليات المتحدة الى حد اقل كندا وبريطانيا وغيرها من الدول لان عندهم ثقافة التقاضي قوية وايضا قوية عند المحامين وما يتبعهم بسبب التعويضات الكبيرة في هذه المواضيع هذه فهناك مثلا تجد انه في دعايات كبيرة لمحامين يقولك تعال واشتك طبيبك او المستشفى او غيرها ونحن نتكافل بالتكاليف كاملة بس اذا استطعنا ان نحصل على تعويض فلنا نسبة منه منتشرة الفكرة هذه الموضوع هذا اقل في مجتمعاتنا وهذه طبعا شيء ايجابي وليس سلبي الحمد لله لانه مبالغة في التقاضي الطبي لها مشاكل على الانظمة الصحية كبيرة وهذا موضوع ثاني نتكلم عنه في وقت اخر بشكل عام هذا المجال في بلادنا يعني يعتبر نوعا ما يعني ضعيف انا اتكلم كبزنس كواحد يعني يفرغ نفسه ان يشتغل الشغلة هذه ضعيف بشكل عام بسبب انه التعويضات بشكل عام يعني ضعيفة لان التعويضات عندنا في الانظمة القضائية اللي عندنا يعني الاصل فيها اللي هو ما يسمى بالدية والجائفة والاروش وغيرها اللي هي يعني الضرر اللي يحصل على المريض وهذه موجودة لكن ايضا مقننة يعني الدية مثلا ثلاثمائة الف لا يمكن تجاوزها وبالتالي التعويضات الطبية مقننة في بلدنا طبعا هذه ليست سلبية مار اخرى هذه انا اراها ايجابية لانها تضبط يعني امور كثيرة تعاني منها دول اخرى بينما في دول اخرى مفتوحة هذه التعويضات والشيء الثاني في تعويضات الى الان عندنا وان كان بدأت لكنها ضعيفة لا تزال هي تعويضات عن الالم النفسي والتعويضات عن ما يسمى المدخول الذي يمكن لشخص ان يدخله خلال السنوات قادمة شخص مثلا اصيبت يده فممكن في بلدان كثيرا انا اقدر انه ممكن ادخل بيدي مليونين خلال الثلاثين سنة اللي يعيش اواربعين سنة هذا غير موجود عندنا هذا لا يعني انها ممكن تتطور الاجتهادات لان فيه اجتهادات في هذه المواضيع حتى في الفقه الاسلامي ممكن انها تدخل لكن الى الان ليست قوية في هذا الجانب نفس الشي التعويض المعنوي هذا موجود في فقه الاسلامي لكن الى الان غير مطبق بشكل قوي وان كان بدأت بعض المحاكم تطبقه ومثل ما تعرفون فيها تطورات كبرى من ناحية تنظيم الجهاز القضايا عند المملكة وضبطه ويعني وضع نوع من التقنين لأمور كثيرة عساس ما يكون فيها جهادات مختلفة في نفس القضايا الخلاصة ان العانون الطبي بهذا المعنى اللي هو التقاضي والتعويضات وما يتعلق بها ما اعتقد انها مجدية في المقتل الحاضر ولذلك حتى المحامين عندنا في المملكة لا يحبذون هذا النوع ولا يذهبون الا قلة قليلة الى الاخطاء الطبية وما يتبعها لانها لا تقارن بما يمكن ان يحصلوا عليه من قضايا مثل قضايا الورث مثلا او الشركات او العقود او البنوك او القروض او غيرها ولذلك تجد قلة قليلة جدا من المحامين المختصين يذهبون الى هذا المجال بينما في امريكا في كندا في بريطانيا لا تجد كثيرين يذهبون الى هذا المجال ولذلك انا اعتقد ان هذا المجال يعني يجب ان الانسان اولا يؤسس نفسه اللي هو انا تتكلم عن العاملين الصحيين وطلبة الطب يركز على الامور السريرية ثم بعد ما ينهي الامور السريرية يعني الزمالة وما بعد الزمالة من تخص تقيق لو تيسر ممكن ان يذهب إلى هذا التخصص لأن هذا التخصص هو واعد لكن ليس الآن يمكن بعد عشر سنوات ليس بضرورة الآن بسبب النقاط اللي ذكرتها قبل قليل نعم جميل الله عطيك العافية دكتور السؤال الثاني ممكن تعرفنا عن طريقة التقديم القانون الطبي وآلية القبول وإيش المتطلبات للتفسير نعم هو القانون الطبي في بعض طبعا غير موجود كبرنامج متكامل في بلادنا لا أعلم أي جامعة تعطي يعني ماجستير في هذا التخصص للأسف الشديد في أمريكا في كندا في بريطانيا طبعا موجود هذا التخصص في كندا وأمريكا يجب أن يكون عندك بكالوريوس في القانون ولذلك في أمريكا مثلا حوالي ثلاثين جامعة أمريكية تعطي بكالوريوس طب ولو أو قانون كدول يعني في نفس الوقت على أساس أنه في حاجة إلى أنه ناس عندهم خلفية قوية في الكاميديكا الباكرام أنهم يكون عندهم شهادة في القانون لا شيء تعلق بالقانون الصحية بشكل نعام وغيرها في بريطانيا يسمحون يسمحون حتى لو كنت ما كان عندك باتشلر ديجري في اللو أنك تأخذ الماجستير طبعا يطلبون منك يعني أشياء مؤينة طبعا الإنجليزية لازم تكون إلى حد دم يعني جيدة لأنه اللغة والقراءة في القانون تحتاج إلى شوية يعني تعمق شوي في اللغة لأنها تدخل في مفاهيم وغرفة سفية أيضا يعني منطقية وإلى آخر لكن التخصص يعني يمكن التقديم عليه فكرة أساسية عن طريق الجامعات البريطانية أنا سويته في جامعة دنبرا وبرنامج الآن خاصة بعد بوفيد صار في برامج حتى عن بعد ممكن الإنسان أنه يكملها ويعني البرنامج يعني للي عنده متعة في القراءة يعني يعني يحتاج إلى قراءة قراءة معمقة خاصة يعني نحن جايين من تخصص آخر واللانجوج مختلفة تماما فيحتاج أنه سيتعمق في القراءة ولكن من ناحية أخرى اللي يستمتع بهذا المواضيع القراءة جدا ممتعة في هذا الموضوع خاص القضايا وأصولها وأصول بعض يسمونها أصول الفقه للقوانين يعني البريطانية ممتعة جدا والتسبيب في القضاء البريطاني مرة جميل لما يعطيك إياك قصة ويعني قراءة الحكم ثم قراءة تعليقات الاستيناف ثم يعني ممتعة للي يستمتع بالقراءة فالتخصص موجود وممكن لكن يحتاج إلى أن الواحد يعني يعطيها وقت شوي ولذلك أنا أعتقد أفضل وقت لها بعد ما ينهي الإنسان يعني البورد والزمال وغيرها ثم وممكن يعني لكان له رغبة أنه يعمل هذا التخصص طيب دكتور ممكن تحدثنا عن فرص العمل وطبيعتها بعد الانتهاء يعني هو الآن مثل ما ذكرت لكم التخصص في بلدنا ضعيف ولكن كما تعلمون أيضا رؤية 20-30 يعني ومؤامتها وضبطة وتقنينة حتى فتخصص مقبل على تغيرات كبيرة ولكن في الوقت الحالي جدواها قد لا تكون كبيرة كما ذكرت ولذلك حتى المحامين غير مهتمين بهذا الموضوع قليل جدا تجد محامين يقولوا أنا والله الأخطاء الطبية لأنها يعني مبالغ لتحصلها لا تقارن بتخصصات أخرى في القانون كما ذكرت قبل قليل ولكن مع ذلك يمكن إنسان أنه يشتغل في هذا المجال كمستشار أيضا في بعض الجهات يعني مساعد لوضع بعض السياسات والأنظمة مختصة في وزارة الصح أو خارجها أو وزارة العدل أو غيرها أو لجان مختلفة في البلد فجوانب كثيرة أنه تعرفون القانون يدخل في كل شي والصحة كذلك تدخل في كل شي يعني حتى الأمور البلدية وغيرها تدخل فيها الصحة والشي اللي يجعلني أقول نتخصص واعد أنه يعني رؤية عشرين ثلاثين تركز أكبر تركيز لها يمكن هو شيئين اثنين الصحة وضبط وحوكمة يعني الأمور العدلية في البلد ولذلك تجدون يعني أنه في تطور كبير وتسارع كبير في هالمجالين بالذات طبعا على كل المجالات واللحمة المجالين هذولة يعني فيها تطور كبير نعم طيب دكتور ممكن تحدثنا عن الإيجابيات ومميزات مسار القانون الطبي والله المسار واعد مثل ما ذكرت يعني ومقبل على 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 توسعات كبيرة أنا الذي أعتقد في تغيرات مقبلة وفي تنظيمات كبيرة جاية بدأت أوريدي بعضها كما تعلمون يعني الهيئات الشرعية الصحية اللي كانت تحكم هذا المجال أو جزء كبير من هذا المجال يعني خلاص الآن بتنتهي وتحول القضايا من المحاكم وهذا فتح جديد في المجال في الحقيقة والتخصص ممتع لمن يحب أن يقرأ في هذا مجال هذا القانون دائما نقول قانون والطب قريبين ليسوا بعيدين عن بعض لأسباب كثيرة لأنه فيها أشياء كثيرة فيها شوي التفكير واجتهاد الطب ما فيه شيء أنت تكتبه وتمشي أحيانا تغير دواء معين على الرغم أنه هو الخط الأول لسبب يحتصب المريض ونفس الشيء القانون فيه اجتهادات وفيه تفكير وفيه تحليل منطقي وفيه تحليل عقلي وفيه يعني رجوع بالنسبة للمحاكمنا أيضا رجوع الأدلة الشرعية وقراءة والسنباط وتحليل فتحتاج إلى واحد أيضا يقرأ ويحلل وينقد وهذه موجودة في التخصصين فهي جيدة لمن يحب القراءة والتعمق فيها والتحليل والناقد والكتابة أيضا يعني يجيد الكتابة هذه بلا شك أنها خصص يعتبر يعني جيد نعم طيب دكتور ممكن تشاركنا نصيحتك لهن من يريد اتخاذ هذا المسار هم نوعين من يريد يعني اتخاذ هذا المسار أنا أعتقد النوع الأفضل من ينهي أولا يعني البرامج السريرية ينهي الزمال ينهي التخصص ثم يتفرغ يعني كإضافة لهذا التخصص هذا أعتقد جيد وفي واحد يقول لا أنا أبغى من الآن أنا مع الاهتمام بإكمال الزمال أو كذا فهذا يمكن أنه يعمل هذا هذا التخصص ولكن مرة أخرى التخصص في الوقت الحالي غير مجدي اقتصاديا يعني فيجب أن يفكر الإنسان يعني قبل الذهاب للتخصص هذا بسبب أنه الأنظمة إلى الآن لم تتطور بشكل كبير في هذا المجال وأيضا يعني ليستفيد منه هو بالأنظمة الحالية اللي هو نظام الخبير اللي جايب بقوة في البلد بس نظام الخبير يحتاج إلى أيضا إنسان قوي سريريا لذلك أنا لا أرجح خيار من إنسان يتخذه يعني كمسار بعيد عن المسار السريري لا بعد الانتهاء من المسار السريري والتخصص والتخصص دقيق إن حصل يذهب الإنسان أو المهتم بهذا الموضوع من المختصصين الصحيين لهذا المجال نعم وبالختام يعطيك ألف عافية دكتور ترتب خبرتك وعلمك شكرا لك